يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بداية في منتهى القوة لنادي الزمالك في بطولة دورة أبطال أفريقيا مواجهة خارج الأرض خارج الديار مواجهة كانت بعيدة عن شاشات التلفزيون محدش شافها يعني اللي شاف شوية تصوير كده من موبايلات لايف بس محدش شاف المباراة فتحليل فني للمباراة مش هنقدر نقول ولكن نفرح بالنتيجة نسعد بالنتيجة ونقول بداية عظيمة لنادي الزمالك خارج الأرض فوز بهدفين دون رد في سبع دقيق قدر يخلص على فريق إليكت بشكل تام شيكبالا هدف في ديئة 52 زيزو هدف في ديئة 59 وكمان ضربة جزاء ضائعة عن طريق إمام عشور كل شيء جيد في زهاب الدوري التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا بالنسبة لنادي الزمالك جميعي نادي الزمالك فازت بالدوري السنة اللي فات السنة اللي قبلها الفرحة حلوة بالدوري طبعا ولكن بدأت الجماهير تسعى لعن البطولة الأفريقية قولي لا عندي جزوال فريرة مدرب كبير وعظيم عندي لعبين رائعين عندي لعبين شباب ما بقوا الشباب بقوا لعبة كبيرة خلاص من الموسم اللي فات ما ينفعش نقول إن احنا لسه بنجربهم أو بنشوفهم عنده تدعمات في منتهى القوة ومحترمة جدا عنده منافسة في منتهى الصعوبة دائما مع النادي الأهل زعيم القارة الأفريقية نادي دائما حتى لو بعيد عن مستوى ولكن يبقى النادي الأهلي منافس دائما على البطولة الأفريقية منفسة كبيرة ومنفسة كبيرة مع باقي فرق القارة كبار القارة كلهم فرق المنافسة فيها أو المنافسة معاهم مش هتبقى سهلة مش هتبقى سهلة ولكن الطريق بدايته حلوة نادي الزمالك واحنا بالنسباننا نفرح للزمالك ونفرح بكرة لما الأهل يلعب في البطولة الأفريقية ونستنى نهاء كرن جديد بين الأهل والزمالك بين الزمالك والنادي الأهل الصورة حلوة المشهد حلو عجبني الفكرة اللي بقيت عند نادي الزمالك وعند نادي الأهل وعند كثير من الفرق المصرية في البطولات الأفريقية لما نلعب خارج الأرض ما بقاش نلعب على التعادل ما بقاش نلعب ونقول أصل التعادل نتيجة إيجابية خارج الأرض لا اروح واكسب عشان انت الأهلي وانت الزمالك وانت الفرق الكبيرة في القرى انتوا أكبر فرق في القرى الأفريقية انت بتتكلم في أندية تستحق أن تكون دائماً بتكلم على الأهلي والزمالك دائماً في نهاية دولة أبطال الأفريق هتقول لي يا سلام والوداد والترجي والنجم السحلي وشباب بولزداد وكل الفرق الكبيرة في القرى الأفريقية أقول لك على عيني وعلى راسي بس لما تشوف مستوى الزمالك ومستوى الأهلي على مستوى تشكيلة الفرقتين وعلى مستوى الأجهزة الفنية الطبيعي المنطقة على الورق هم الفريقين اللي يوصوا نهاية دورة أبطال أفريقية على طول فنستنى نشوف ده إن شاء الله النهاردة الزمالك فرحنا زي ما قلت لكم خلال أيام الأهلي كمان يفرحنا لما يبدأ مشواره الأفريق ده بالنسبة لنادي الزمالك